إنسان بعدما أنهى الصلاة شكه هل هو متوضع أم لا فيقال له ماذا تذكر آخر شيء لك هل تذكر آخر شيء لك في الوضوء فيقول لك مثلا أذكر أني توضعت قبل ساعتين ثم بعد ذلك حصل عندي شك هل انتقض الوضوء أم لا فهنا نقول له اليقين لا يزول بالشك فتبقى على الأصل أنك متوضع وصليت ولا تعيد الصلاة اثنين حالة الثانية يقول أنا أذكر قبل ساعتين لم أكن متوضعا لكني شككت بعد ذلك هل توضعت أنا أم لا فنقول له الأصل عندك أنك لم تكن متوضعا وبالتالي اليقين لا يزول بالشك لكنه هو الأصل فبالتالي أنت مطالب بالوضوء والصلاة الحالة الأخيرة يقول أنا دخلت في الصلاة وأنا أذكر أني متوضع لكن بعدما دخلت في الصلاة شككت هل أنا توضعت أم لا أنتقد نقول له لا تلتفت إلى هذا الشك إذن هذه أحوال ثلاثة كل منا يحكم على نفسه تجاه هذه الحالة نعم